تأسف دولة الإمارات وترفض ادعاءات ممثل اليمن بشأن خلافات وانقسامات لا ترى دولة الإمارات نفسها طرفاً فيها أمام مجلس الأمن تقول ممثلة دولة الإمارات أن أبو ظبي لا ترى نفسها طرفاً في حدثة انقلاب المجلس الانتقالي بعداً ومتدها من أحداث وترفض اتهامات وزير الخارجية اليمني لها بقصف قوات الحكومة ورعاية الانقلاب لكنها وفي الكلمة ذاتها عادت لتبرر ذلك القصف بأنه كان ضد قوات إرهابية مما استدعى استهداف الميليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة وفقاً لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني هؤلاء الجنود يصفهم ممثل دولتهم في مجلس الأمن بأنهم جيش الحكومة الشرعية تصفهم الإمارات بأنهم إرهابيون من حقها قصفهم دفاعاً عن مصالحها في مشهد يبدو أقرب للكوميديا الدبلوماسية منه إلى الموقف الرسمي لم يأتي الحضرم بجديد في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي كان ينتظر منه موقف أفضل من ذلك فتحميل الإمارات مسؤولية قصف الجيش ورعاية انقلاب عداً سبق وأنصرحت به الحكومة الشرعية في بيانة الرسمية بينما كان ينتظر اليمنيون أن تضع الشرعية مجلس الأمن أمام مسؤوليته القانونية في حماية اليمن من تغول التحالف نفسه واختطافه القرار اليمني وإنهاء دور الإمارات كلياً في اليمن تقول السعودية أنها تعمل على احتواء تداعيات انقلاب عداً وإصلاح العلاقة بين الشرعية والإمارات وفي الغالب يكون هذا الإصلاح على حساب سلطة الحكومة وسيادة قرارها والمستغرب هنا هو استمرار الشرعية في التعويل على هذا الدور وعدم تفعيل أدواتها لمواجهة خطر يهدد مصيرها ومصير البلد برمته بعد أسابيع من حدوثه لم يعد انقلاب عداً محل اهتمام الرئيس هادي والحكومة الشرعية حتى الرياض التي سبق وأن أمهلت الاتقالي 48 ساعة للانسحاب من عدن أصبحت صامتة تماماً وهو ما يؤكد أن كل ما حدث كان رغبة سعودية منذ البداية تسقط مدن الدولة تباعاً وتنكسر رايات الشرعية جولة تل وأخرى وأمام كل ذلك تقف الشرعية بكل سلطاتها وقواها السياسية مكتوفة الأيدي وكأن الأمر لا يعنيها أو كأنها معفية عما سيترتب عليه اليوم أو في المستقبل